اشتركوا في القناة في الاحداث التي تحدث في بلاد المسلمين فالناس عيش في حالة من الارق ومن القلق ومن الفزع ومن الزعر اسأل الله عز وجل ان يؤمنكم وان يسعدكم في دنياكم بل واخرتكم يا رب العالمين فطبعا بعض اعداء الاسلام يبتدوا يبثوا الاحاديث الضعيفة والموضوع ما بين الناس من اجل زعزعة ايمانهم من اجل التشكيك من اجل عيازة بالله ان يسببونهم حالة من الزعر ومن الخوف ولا حول ولا قوة الا بالله لكن المهم ان احنا لما نسمع حاجة ما ننشرش حاجة الله يبارد فيكم الا بعد ما نرجع لأهل العلم زي مثلا لما بعض برض المبتدعة ابتدوا ينشروا بعض اعداء الاسلام ابتدوا ينشروا ان سورة المدثر تحدثت عن فيروس كورونا وان فيها العلاج وفيها وكل هذا الكلام خرافات زي ما كانوا سنوات طويلة جدا بينشروا ان حامل مفاتيح الغرفة النبوية الشيخ احمد اللي مع المفاتيح واللي قال كذا واللي شاف النبي والنبي قال له كذا كل هذا من الخرافات اخبر حضرتك فمن ضمن الخرافات التي انتشرت في هذه الايام هي ان شهر رمضان اللي جاي لو جه يوم خمستاشر رمضان موافق يوم جمعة ففي الليلة اللي قبلها هتحصل المشكلة الكبيرة اللي هذكرها لك دلوقتي طبعا الحديث انا بسبق لكم بقولكم الحديث رواط تبراني بسنة ضعيف الحديث مكذوب على النبي صلى الله عنه النبي على السلام قال طبعا هو ما قالش صلى الله عنه اي حاجة ده لكل كلام ده مكذوب على النبي على السلام قال يكون في رمضان صوت قالوا يا رسول الله في اوله او في اوسطه او في اخره قال بل في النصف من رمضان إذا كانت ليلة النصف ليلة الجمعة يعني إيه النهادة الخميس بالليل تمام صابح السبح الجمعة يكون 15 رمضان من ليلة الجمعة 15 رمضان يحصل للأتي اللي هما بيقولوا يعني تمام في النبي على استرهايه قال إذا كان ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صوت من السماء الصوت ده اللي هو صوت جبريل عليه السلام ده اتتضح من الرواية فيصعق له 70 ألفا هي يموت 70 ألف واحد بسبب صوت جبريل عليه السلام ويصموا 70 ألفا سبعين ألف يفقد السمع تمام قالوا يا رسول الله فمن السالم من أماتك مين بقى الله يسلم من الصيحتين دولة قال من لزم بيته وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبير لله ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه صوت آخر فالصوت الأول صوت جبريل عليه السلام والثاني صوت الشيطان فالصوت في رمضان والمعمعة في شوال يعني الصوت ده يحصل في رمضان والمعمعة والأحداث ده كلها تحصل في شوال ويميز القبائل في ذي الكعدة ويغار على الحاج في ذي الحجة والمحرم وما المحرم يعني ما أدراك ما يحدث في المحرم لا تحصل بلاوي يعني هو إيه ده نص الحديث الواصل ضعيف وما محرم أوله بلاء على أمتي وآخره فرج لأمتي الراحلة بقتبها يعني بالحاجة اللي محطوطة عليها بالبضايا الموجودة عليها بالشياء اللي بتبقى معوجودة على ظهر الراحلة تمام الراحلة بقتبها ينجو عليها المؤمن خير له من دسكرة دسكرة يعني بناء على مثل القصر يعني تغل مئة ألف يعني بيقولك لو واحد معه راحلة ينجو عليها أفضل عنده من أصر مليان بمئة ألف دينار ذهبي تمام الحديث رواه الطبراني وفيها عبد الوهاب ابن الضحاك وهو مطروك فالحديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده من باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من نشر هذا الحديث قد يكون إنسان غير مسلم أو قد يكون من أهل البدع يكون مسلم لكنه مبتدع أو يكون واحد من أعداء أهل السنة وخبالك وبينشر هذا الحديث من أجل إثارة الفزع بين الناس ولا حوله ولا قوة إلا بالله والنبي حذر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم كما إن البخاري قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يا رب عافية يا رب اللي يكذب على النبي هو متعمد طب الكذب على النبي بيتناول كم نوعين إن أنت تثبت في حق النبي حديث هو ما قالوش أو إن أنت تنفي عن النبي حديث هو قالو يعني أنت لو قلت يعني لو قلت مثلا الحديث ده مثلا الحديث في البخاري وإنت بتقول لا 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 أنا لا أعترف بحديث البخاري حديث ضعيف فأنت أنكرت كلام النبي قالو يبقى كذبت على النبي أو أثبت للنبي حديث زي دوت كده هو ما قالوش يبقى كذبت على النبي طب اللي يكذب على النبي يحصل له إيه قال من كذب علي متعمدا لو الإنسان بيكذب خطأ تمام فما فيش مشكلة يعرف فيعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستغفر ويعرف الناس يعني كتير جدا من الخطباء ما بسمعهم في قبة الجمعة بيرهو أحاديث عمرك ما هتسمعها ولا هتشوفها في حياتك أحاديث ضعيفة ومكذوبة وموضو حاجات يعني ما يعلم بقى الله ربنا لكن أنا أعتقد أنه بيقولها عن سياق على سبيل الجهل وليس على سبيل التعاق أنه بيعند في أنه يكذب على النبي على السلام خبالك إنما بقى لو واحد بيتعمد أنه يكذب على النبي وإن زيك النبي على السلام قيدها بهذا القيد قال من كذب علي سباش على الإطلاق قال متعمدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار خبال حضرتك فإذن الإنسان لابد أن يتحرى وبعدين في مسئولية بقى على المسلمين على عوام المسلمين وكلمة عوام المسلمين مش معناها الإنسان الجاهل لا ده ممكن يكون واخد سبعة دكتوراه لكنه ليس منشغلا بالعلم الشرعي فيسمى في الشرعي بيسمى من عوام المسلمين وليس هذا فقليلا لشأني قد يكون هذا الدكتور اللي بيعالج الناس قد يكون أفضل من ألف واحد زيه سهو ده اللفظ المتعارف عليه فالشاهد في الموضوع إن برضو الواجب علينا حبيبي ربنا يبارف فيكم ويحفظكم إن احنا نتثبت من نقل الكلام شو بديه؟ يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا قبل ما تنشروا حاجة الله يبارف فيكم على الفيس ولا على اليوتيوب ولا أي حاجة ارجعوا لأهل العلم ويسألوهم يعني يعجبني جدا جدا في بعض الأخوات ربنا يحفظهم يبارف فيهم رب العالمين يوميا ورب الكعبة يوميا يبعتوني على المسنجر شيخنا الله يبارف فيك الحديث ده صحيح ولا ضعيف لو قلت لها ضعيف تقول خلص مش هنشره لو قلت لها صحيح جزاك الله خير وتمنشرها أهو ما ده الصح إن احنا نسأل أقبلك إن احنا أيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن فحديث الصيحة التي في رمضان حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته